أجرى التلفزيون المصرية لقاءً مع مجدى عزة إحدى المستفيدات من مبادرة الزراع لدعم صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في نوفمبر الماضي وقد كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة مجدى في مؤتمر التحالف الوطني وهي من أبناء مركز أبو قرقاس في جنوب محافظة المينيا ومن صغار المزارعين وصاحبة مشروع فولسوية نجحت في زراعة فولسوية مرتين وحققت في المرة الأولى انتاجية بلغت طن و800 كيلو جرام وتعقد معها التحالف الوطني سيدة الرئيس كرمنا وحفزنا أكتر وأكتر اهتم بنا التحالف الوطني في مبادرة إزرع إحنا زراعنا الفولسوية السنادي مرتين أول مرة في شهر أربعة وتاني مرة في شهر سبعة ودو كان سبب من ضمن الأسباب إن إحنا نندفع ونزرع الفول للحال الموجود حاليا دلوقت في العالم كله وفي بلدنا بالنسبة للظروف الراهنة اللي إحنا فيها فإحنا لما زراعنا الفولسوية أول مرة جاب طن و800 كيلو وفينا جابت طن و900 وفينا جابت اثنين طن والمرة التانية جبت الأرض طن يعني كده كويس تلاتة طن في السنة مش وحشة